موسيقى صادقة البرلمان والموريتاني على مشروع قانون يتعلق بطبط الأسعار والمنافسة في الأسواق ومنع احتكار البضائع والسلع من قبل التجار تاتي المصادقة على القانون في ظل مطالبة جمعيات حماية المستهلك ونشطاء المجتمع المدني بالضرورة تدخل السلطات لوقف المضاربة في الأسعار ووضع حد للاحتكار موسيقى من يصوت لصالح هذا تعديل رغمه؟ سعيا إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة تاتي مصادقة البرلمان الموريتاني على قانون خاص بأسعار السلع والخدمات ومبادئ المنافسة الحرة المخالفات التي كانت تخلق ما يتعلق بمنافسة حرية الأسعار التي تضمن لدوره كامل وهو قلة غلاء الأسعار للمواطنين العقوبات فيها ما كانت محددة في النص القديم بعض العقوبات ما كانت محددة وحددت في هذا النص الجديد وانجبروا لهم للآليات التي يعود المسؤولين عن تطبيق هذا المستوى المؤسسي وتقول هيئات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك إن المصادقة على قوانين منظمة للأسعار يأتي في إطار الاستلاك الإعلامي خصوصا في ظل عرقلة تطبيق قوانين سابقة بعد إلحاق ومطالبات كثيرة ودعوات من جمعيات حماية المستهلك تمت المصادقة على إيجاد قانون لحماية المستهلك الموريتاني أو مدونة لحماية المستهلك الموريتاني وهي مدونة كنا في أمس الحاجة إليها لكن للأسف لا زالت المراسيم المرتبطة بالتنفيذ هذا القانون لا زالت معطلة المصادقة على القانون الجديد تأتي في ظل الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تطمينات الحكومة الموريتانية المستمرة بأن الأسواق تحت السيطرة حماية للمواطنين ورفع لمستوى النجاعة الاقتصادية أو غض للطرف عن تجاوزات التجار تساولات تطرح حول القانون الجديد بالتزامن مع المصادقة وينضم إلينا من النواكشوت سيلكو وينبهاه النائب البرلماني عن حزب تواصل أهلا بك معنا في حصة مغاربية سيدي سيلكو ما رأيك في القانون الجديد وقدرته على الضبط الأسعار في موريتانيا أهلا وسهلا شكرا لكم على هذه السانحة الحقيقة القانون ليس بدعم القوانين التي سبقت ومن حيث الشكل إذا نظرنا إليه هو قانون قد لا نعيبه من ناحية الشكل وقانون جيد ولكن المشكلة في موريتان ليست قضية القوانين النظرية المشكلة في التطبيق لدينا في موريتان ترسانة قوانين جيدة ولدينا خبراء قانون ولدينا خبراء صياغة لدينا قوانين كثيرة لكن المشكلة في التطبيق هذا القانون سبقته مدونة لحماية المستهلك وهي ربما أكثر انتشار منه أو ربما أكثر تشعب وربما لامست مواضيع أكثر وأكثر أهمية لكن أين مصيرها؟ أخشى أن يكون مصير هذا القانون هو نفس مصير المدونة التي سبقت هو قوانين كثيرة سبقت قوانين جيدة من حيث السياغة على عاتقكم كنواب سيد ولبها أنتم كنواب في البرلمان أليس من دوركم متابعة الحكومة ومحسبتها على عدم تبيث القوانين الموجودة بالفعل؟ لا 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 يقع علينا أبدا لا 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 يقع علينا هذا يقع على التنفيذ القانون جيد هذه هي مرحلة البرلمان انتهت هنا من ينفذ هذا القانون؟ ينفذ هذا القانون السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية ربما جاءت بهذا القانون في هذا الوقت بالذات ذرا للرماد في العيون لأنه أخشى أن تكون السلطة غير قادرة على تطبيق هذا القانون طيب وعندما لا تنفذ السلطة التنفيذية سيد ولبها عندما لا تنفذ الحكومة لسبب أو لآخر قانون أنتم قمتم بإقراره لا يفترض أن تسألوها لماذا لم تفعل ذلك وتحاسبوها ألم يكن وزير التجارة أمامكم في جلسة البرلمان؟ نحن سألنا وزير التجارة ولن تعوزه كلمات في جلسة أمام البرلمانيين لمدة 40 دقيقة أو 30 دقيقة يقول فيها ما شاء ويذهب ثم بعد ذلك نحن لسنا على قلب رجل واحد في البرلمان نحن نواب معارضة وطالبنا بأن نتجاوز مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق الحكومة جاءت بهذا القانون لكنها لم تبين الآلية التي ستطبق بها هذا القانون هذا القانون يحتاج إلى قوانين مصاحبة أو مراسيم مصاحبة لقضية تطبيقه قدرة الدولة على تطبيق هذا القانون وقدرة الدولة على مراقبة الأسواق بل قبل ذلك جديتها في ذلك هذا هو السؤال الكبير المقرؤ نحن نتكلم عن ضبط أسعار لماذا تتكلمون وكأنها مشكلة كونية هناك جهات هناك أجهزة رقبية تتابع مثل الحرس البلدي مثل ما يسمى في الدول أخرى تتابع مراقبة الأسعار المحددة سلفا بقانون لماذا يصعب على الحكومة أو على أي أجهزة أخرى تنفيذ هذا جيد السؤال مركب من شقين لماذا يصعب عليها الأمر ليس بهذا السهل الأمر ليس سهل بهذه الدرجة التي تتصور موريتانيا دولة مترامية الأطراف أكثر من مليون كيلوميتر مربع وعندما تقرر بأنك ستضبط الأسعار موريتان لها حدود متاخمة مع مالي ومع السينيغال والبضاعة للأسف الشديد تعيش حال التهريب في كثير من المرات التي حاولت الدولة ضبط بعض الأسعار كبار التجار مثلا أو كبار المستفيدين من هذه العملية أحجموا عن بيع بضاعتهم وأعادوا تصديرها إلى دول أخرى لم تكن الدولة في هذه المرحلة قادرة على فرض هذا القانون ولم تكن كذلك قادرة على تزويد السوق بالبضاعة التي نقصت فيه فالتجار مسكوا بضاعتهم وأعادوا تصديرها إلى مالي وأعادوا تصديرها إلى السينيغال وبقي المواطن هو الضحية في هذه الحالة عندما تقرر الدولة بأن السعر هو هذا يجب أن تكون قادرة على مواكبة هذا الأمر يجب أن تكون لها من الوسائل والإمكانيات لكي تراقب أولا يجب أن يكون لها من الوسائل والقدرة أن تنفذ ثانيا ويجب أن تكون لها قبل ذلك القدرة والإرادة القوية أن تطبق هذا القانون طيب هل سألتم الحكومة هذه الأسلة في جلسة رسمية نعم سألنا الحكومة الكثيرة وكعادتها أمطرتنا بوعود طيبة وكلام جميل من قبيلي سوف وسوف وسنعمل وسنعمل لكن نحن نعرف بعضنا بعضا كما يقال نعم لكن سيد ولبها أنت برلماني الحكومة تعرف المعارضة والمعارضة تعرف الحكومة سيد ولبها أنت برلماني ولا شك بأن راتبك يختلف تماما أكبر بكثيرا عن راتب المواطن العادي عندما تتكلم عن المواطن الضحية المواطن ليس أنتم النواب البرلمانيون ربما لن تؤثر فيكم كثيرا ارتفاع الأسعار مثلما تؤثر في المواطن البسيط العادي هذا ينتظر حلولا للآن وبسرعة يا سيدي لا أدري ما علاقة راتب البرلماني بهذا الأمر نحن برلمانيون ولدنا راتب من باب أن المواطن الموريتاني ينتظر حلولا سريعة وفورية وهذا ما طالبنا به نحن هنا لنقول هذا دعني أكمل هذه الفكرة نحن لدينا رواتب من أحسن الرواتب ربما الموجودة لكن نحن في مجتمع مترابط القضية ليست قضية ماذا أخذ أنا القضية أننا نحن انتخبنا من الشعب ونتكلم باسم الشعب وندافع عن حقوق الشعب نحن لا ندافع عن أنفسنا لو كانت القضية قضيتنا هان الأمر لكن هي قضية الفقراء والضعفاء والمساكين والناس المطحونة في القرى البعيدة الناس التي ليس لها أصلا راتب وأسرة كاملة من سبع أو عشر أشخاص لا يوجد فيها أي إنسان يتقاضى راتب نهاية الشعب ولأجل هؤلاء كلهم سيد ولبها القضية ليست القضية ترواتب برلماني نعم ولأجل كل هؤلاء الذين ذكرتهم ما كان ينبغي أن تقبلوا بأن تنطركم الحكومة مثل ما قلت لنا بالكثير من الوعود والكلام من دون أن تكون هناك بالفعل أجوبة واضحة ويتم متابعتها بشكل حثيث لكن الكلام الذي يسوف سواء من قبل الحكومة أو ما تنقوله لنا الآن هذا لا يقدم لا يؤخر بالنسبة للمواطن الموريتان لهذا أنا سألت هذا السؤال جيد أعتقد أنك بحاجة إلى أن تستضيف شخص من الناحية الثانية شخص من الجهة التنفيذية من الحكومة التي تطرح عليه نحن في البرلمان لا نملك إلا أن نقول لا ونرفع يدينا بلا لا نملك إلا أن نقول هذا خطأ لا نملك إلا أن نقول هذا فيه مضيع لحقوق المواطنين هذا هو دورنا كمشرعين دورنا هو الرقابة والتشريع دورنا أن نفضح الاختلالات الواقعة دورنا أن نقرر المشاريع الجيدة ونرفض القوانين الجيدة ونرفض القوانين السيئة هذا قانون جيد هو في ذاته ولكن المشكلة في التطبيق وفي آلية التطبيق أنه لا يحل المشكلة أن الحكومة يجب أن تتقف مع الضعيف موجودة ولم تطبق على ما يبدو شكرا لك واضحة الصورة تماما من الواقشوط يسلكه واللبهاه النائب البرلماني عن حزب تواصل المعارض شكرا لك بذا انتهت حلقة اليوم من حصة مغربية من قناة الغد شكرا على كرم متابعتنا في أمانيلا اشتركوا في القناة